خمسين صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص وثين وعشرين عام خمسة نودي صحافة مواطنة حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات نيس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى وحكايات تتحكي في ستين ثانية مرحبا بكم في الأخرين اسمي صافي جبران نقرة روازيا مانيسيونس كنت ديما كتلميذة في نيفو متاع 14، 15، 16 معدل سنة مع الكورونا صار ليشوت وهبطت للأفناش هذا اللي خلاني نسئل اش صار لي يا خي هزيت الكاميرا والتريبية وقلت هينهزكم معايا للليسي والدار نتقيمو نعرفو سبب بشوت سيرين صاحبتي نعرفو بعضنا عانا أكثر من عميب وقرب برشا مشي تسألتها وهوش قاتلي صافيه منا عم نوال وسنة عم نوال خيت في القراية مش عارفة بحكم الكورونا والوضع الجديد لابدو كل طاحت في النيفو كاتل كونسنتراسيون سنيئة أصر تعليق إيجابي معنا كاتل فارغروف هذه خليتك تتركضي أكثر يعني إذا كتباتي اللي بتاع جريدة يولادجور يعني ما يأكثروا شاركة لازمك تافت واش تقسمي وقتك وصبا الموين بتاع سنيمة المسلوك اشتحقي مخيء شوي تركيز وجيبي مخيء تقول تربي تي إنسان خدامة مجتهدة تبذلي أقصى مجهودك باش تقومي بواجبيتك الدراسية فيما الحرص عندك حرص كبير على خدمتك وعلى المراجعة وعلى تحقيق الإضافة في الدراسة متاعك بالنسبة لسنة عندك لحظنا فيما تراجع في النتائج المدرسية بحكم ظروف المتعلقة بالجائحة كورونا فيما نوع من ستريس قاعدة تعيش فيها خاصة أنه إنتاجك تزد الإذاعي سنة تقص عندك برشة مشاغل صحيحة ما بين ممارسة الرياضة ما بين النشاط الإعلامي لآخر متاعك لإنتاج الإعلامي نتصور هذا ما هم الأسباب اللي خلوك معناتها فما تراجع طرح على مستوى النتائج هو تراجع لكن على مستوى العزيمة متأكدة من عزيمتك متأكدة من حرسك وليش دي هدمتعك يا صفوت بما أنه مدير المعهد متاعنا سياع الزين عنده علم كبير بالكلم ذا في الليساء قررت نخذ من عنده تقييم الصفاء أنت تنميذة متميزة في نتائجك متميزة في سلوكك تربوي متميزة في نشاطك أنت نشطة في المستوى الرياضي نشطة في المستوى الطنشيط وهذه حاجة متميزة جدا مردودك السناب الحقيقة من ناحية العدادية أقل من مردودك السنة السابقة وهذه قد يفاجئنا وقد لا يفاجئنا لأننا كنا ننتظر دي ما أنا لا أستطيع أن أكون في التميزة بالنسبة لي نتصور فهم أسباب موضوعية وفهم أسباب خاصة لك أنت أسباب موضوعية عامة الجو العام دراسي نحن فيه أن نعملون سنة دراسية مكتملة أن السنة دراسية هذه يوم بيوم تنظيمها أفواج تنظيم الأغسام أثر سلب على العملية التعليمية غير أن نتصور بالنسبة لي باعتبارها تنميذة مثابرة تنميذة جديدة تنظيمك للوقت في هذه السنة وتنظيمك للجهدك في هذه السنة قد يكونوا غير موفقين وننتظر إن شاء الله في السوداسي الثانية والفترة التقيمية الثانية أنا كنت تحقق تقدم وتقدم كبير اللي بشي فيتك بإذن الله أنا عام جاي في الباكالوريا بتاعك وإن شاء الله من هنا لها كل وقت نخدمه على النجاح بتمييز ليس تمييزنا في المجال التنشيط ليس تمييزنا في المجال الرياضي مع تمييز علمي الكورونا المدت عام ونص ما أثرتش كان على عاداتي الصحية كما تعقيم التباعد لبسان الكمام الإجباري أما أثرت زادة على حاجات أخرين كما القراءة والأكيد مانيش الحالة الوحيدة في المجتمع بالعكس نجم فيها متلامدة تشوف روحة في حكايتي وهذا اللي يدل إن الكورونا أثرت على برشة الناس أما بطرح مطلقة مكثر 2021 دروس الخصوصية أو بما يعرف إيتود تأثر على إقبال الشباب على الدار الشباب ودار الثقافة وهذا بشهدها من سيباديس بالغيث مدير دار الشباب بالجهة بالنسبة للارتياد الشباب خاصة من التلمذة للمؤسس دار الشباب صحيح يتأثر يتأثر بحصة التدارك أو بما يسمى اليتود يتأثر لخاطر هو دور الشباب في العادة سعدت إنه تكون الأنشطام تاعها ما تتزمنش معه النشاط المدرسي إلا أنه للأسف الشديد الدروس التدارك أصبحت العدو واللدود للارتياد للشباب بالمؤسسات الشبابية والثقافية نحن مقناش ضد إنه التلميذ يحاول يحسن من كفائته ويثري زاده للمعرفة والعلمة والترفيه رأوا مهم برش حبينا نأخذ أراء شباب كما فيدي بن عيسى نشط بالمجتمع المدني ومتحصل على 18 بكالوريا عم ناوري نادي بن يونس نادي بن يونس شاب تعزف وتغني وتنشط بالمجتمع المدني لتحكينا كيف هي نجمة توازن بين الإتود وقرائتها نادي بن يونس شاب تعزف وتغني في دار شابيه ويونس شف الأوركستر في نادي الموسيقى في دار شابيه ومعنى كيفية تتنظم أوقاتك من الفوبيان أنك تخصص أوقات الحاجة تذهب مع هذا الكل رغم الضغط من القرية وستريس تبقى دار شابيه مكثر هي المرفأ الوحيد للترفيه إلى متى بش نبقه هكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر